ترجمة نانسي قنقر 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 لكي تحرقوها بالصورة نحرقها شو نسوي فبالتالي بدك توفر تضطر توفر تطفي الصوبي وحتى إجباري عننا ما في عننا أكرم ما في مكاني يحرم علي الليرا بجيبي بدنا نجيب حطب بدنا نجيب زيتون ما بعرف جربت تشوف مسلا كم سعر الحطب الفحم البيري معنا لحتى نروح نجيب معنا لحتى نسال يعني ما معي مصاري يعني تجمل مرحبا مخالد كيفك مخالد حكينا عن وضعكونا مخالد والله وضعنا تحت الصفر دحج ثث إيلات قاعدين والله العظيم عيل هناك وعيلة هيني وإحنا هين دحج الحيطة داك وقع والعجان كلهم كانوا من نائمين هناك الحمد لله رب العالمين والحرمة كانتناك شوف الحيط كمان كلها تفصخ ودحج على هالخيمي ودحج على هالقاعدة دحج 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 الخيمي دحج ترى من تحت دحج هين شوف على هالقاعدة ويش بدنا نساوي نشكي أمرنا للأله على الله طيب أم خالد أشو مثل أنتو مثلا ثلاث عائلات بخيمي وحدي أشو أكتر شي بتحتاج ومحتاجين مع أنه الواقع واضح لكن مثلا يش بدنا نساوي والله العظيم شو محتاجي هيك وضع شو محتاجين أكتر شي والله اللول بيشي اشترينا لشكفة أرض وطلعنا عمرنا شوف كليتنا قاعدين سوهين عبن ما من قلت الشي والله من قلت الشي هيك قاعدين اشو دنساوي نعم اي والله على الله اي والله على الله يا أخوي مرحبا شو اسمك يزن كيف الوضع والله سيئ شلون أكل شي كم عمرك 13 المدرسة ايه طيب يزن نحن جايين على 2022 شو بتتمنى ألي جي من الله يا محلة شو بتتمنى بالسين الجديدي أمنياتك أعلى أمنياتك شو شو تتمنى إغاسة تتمنى يجي إغاسة ايه شكرا مرحبا يا عمو شو اسمك شهد قديش عمرك عشرة عشرة طيب بيصف تالت شو تتمنى يا شهد بالسين الجديدي انت بتعرفي أنه جاي 2022 سين جديدي ايه تعرفي طيب شو تتمنى تمنى خيمة شو تتمنى خيمة تتمنى خيمة شو تتمنى خيمة شكرا يا شهد بعين الله شو اسمك قيس 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 قديش عمرك ست سنين ست سنين يا قيس مرحبا أغتي أهلا أغتي حكيني عن وضعكم هون بدرجة حرارة صفر كيف عايشين كيف شو متطلباتكم من أنتو هون كنازحين. والله شوفت عنا كيف عايشين. يعني تحت الخيمية عب تشر علينا ماي. يعني أقل شي خيم إنه تقاوينه. والأولاد البرد يعني كثير عب أسر عليهم. من ناحية يعني مرض يعني قتلهم قتل. يعني عب يسعله ومرض يعني شغلي ما بتنوصيف. يعني أقل شي خيم إنه الأولاد. يعني أقل شي دفي هون. أرج من الله. هذا الطفل عمره شهر. حاطين الدواء هون جنب الصوبية. لأنه يعني ما في تلاجي أصلا نحط. لا ما في. أساسا لو في تلاجي ما في كهربا. لا ما في كهرب أبدا يعني. لا في لا كهرب ولا حتى ضو يعني. يا الله ويا الله. يعطيك العافية. نرجع لك أبو خالد. نعم. أبو خالد يعني شفنا الوضع. سبع ثمان أشخاص في خيمي وحدة. ومثل ما سمعنا البنت يعني طالبت بخيمي. أنت شو بتوجه رسالي لن. وسو أمنياتك كمام. نسألك عن أمنياتك بالعام جديد. صارنا خيمة والله كتر غير. ما صارنا عش بدنا. يعني عايشين عيشة مأساوية. شو أمنياتك أبو خالد في العام جديد؟ إن شاء الله نرجع على البلد. على البلد يا خيمة. ما بدنا لا خيمة ولا نعمة. بس بدنا نرجع على البلد. يفرج الله. يفرج الله. نعم. طيب أبو خالد في المنخفض اللي صار هاي الأيام الماضية. كان الوضع صعب وغرقت خيام. أنتو كيف كان وضعكم؟ نشرح لنا كيف عشتو هاي الأيام؟ والله عيشة صعبة كتير. يعني عمرة هذه الغرف صار. وانهدت الخيمة على الغرف علينا. انهدت ليش؟ لأنه ما لها أساس؟ ما لها أساس. ما لها أساس نظامي. إن شاء الله على سلام كان؟ والله الحمد لله على سلام. ما نصابوا لطفة؟ الحمد لله. الله أعطيك لك. الله أعطيك لك. إذن سالم كما سمعت عندما يكون سقف المطالب وسقف الأمنيات في العام الجديد كما ذكرت لنا الطفلة شهد عشر سنوات سقف المطالب هو خيمة. لنعيش على الأقل براحتنا وننام ونمد أرجلنا كما نريد كما تشاهد في الكاميرا الأطفال كيف ينامون. نشكرك جزيل الشكر وشكرا مشاهدينا إليك سالم. شكرا جزيلا الزمين على الدين اليوسف. كنت معنا من ريف إدلب الشمالي. شكرا جزيلا لك. المساء المستمرة مشاهدينا. وبعد قليل باقي فقراتنا فيها. نتابع آخر تطورات انتشار فيروس كورونا. إغلاقات وتدابير احترازية. العالم يحن يعيد ميلاد جديد في ظل الجائحة.